السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحمن الله مصلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمال إن شاء الله عليكم تبعوا معي مقادر وطريقة تحضير هذه الوجبة هذه أو وجبة غدا أو عشاء المهم عندي هنا واحد الرابعة للصوجة لا أريد أن نسكيلو على حساب الأفراد صوجة سوف نطيبها وعندما تبعوا معي الطريقة هنا سوف نغسلها جيدا نقيتها وسوف نغسلها جيدا بالماء لا يمكن أن نفع شيء غبرة أو شيء المهمة سوف نغسلها جيدا وكنت من هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله سوف نغسلها جيدا سوف نغسلها جيدا ونرقضها واحد شوية لا نرقضها ليلة كاملة على فكرة نرقضها سوف نرقضها بحال اليوم الغد لها سوف نطيبها سوف نطيبها سوف نطيبها سوف ننطيبها سوف نقردها أرقضها لكم هتنفخ شوية بحال المهم طريقة دي الحماص دي القطاني اللي كان نرقط واحدا طيبوه هنا نصفيها من لمع صفي هنا غصلتها مزيان جميلة تولي تولي المنقي ومن بعد نتلاقعه صفي هنا أغرقتها ليلة كاملة كما كنت لكم والغدل هذا الغدل في الصباح ها هي الطرقبات ولت عفوا ولت مختلفة على كيف شفتوها من اللي كانت نغسلها كانت صغيرة ده بام اللي رقدتها تنفخات شوية من الماء ها هي تنفخات ولت مقدش صغيرة كيف كانت و حجم ديالها الضعف صفي هنا غاد نديرها طيب نديرها في الطنجرة الضغط نديرها غليان هنا غنوجد لها السلسل اللي غندير لها عندي هنا ماطيشة نديرها نحبكها ونحطها في الفريغو طومة وقصيدنا موسى ومن بعد نديرها العطرية نديرها هنه احكيت بصيلة وشحرتها نعيز شحرتها في الزيت مزيان اضيف هذه الماطيشة اطلق هالطريقة اللي كنت ديال الماطيشة نحقها ونضعها في واحد الطويسات حتى تتجمد ونحيدها ونضعها في واحد البواطة اخرى ونجبد منها القياس اللي بغيت تجين اقتصادية اعتملي كتكون ماطيشة غالية تكون مفرعة في الفريبو صابعا نخلي هات الصلصة هاته زاد طيب وعاد ندلها العطرية هنا واحد جوج محلق صغار ديال ماطيشة مصدارة او ماطيشة ديال الحق او الصلصة ديال الماطيشة مهين صابعا ندلها صابعا ندلها تكون مصدارة تتجين وماطيشة مصدارة تتجين هاته كثيرا ندلها هاته هنا تحل مع القادية القصبور و مدنوس هو كان عندي في التلاجة في الفريغو هنا بعد ما طبط سجا ديالي الماء بوحده قدرت ليها العظام ديال التمر باش يسهل الطيب ديالها ما تشدشي الوقت بزيف كما كتعرفو البوطة غالية و خاصنا نوفدو شو ديال التوفير عو واحد العظام اخر غنحيدو قدرت ليت لسا ديال العظام ديال التمر العظام ديال التمر كي يسهل الطيب طبح الله العظيم را كي يقدروا بشي حاجة و كالطيب الصلصة ديالي هاي و جدات أنا غادي نديرها هنا هاي كوب القياس اللي خاصني و من بعد نطلقها شكل النهائي ديالها هو هذا و كنت تمنتنا لإعجاب ديالكم و نكون في فضر فالي بكم كما كما هذا هاي هنا يكن ناكلها بالخبز هاو الخبز هاو الخبز اللي ها طيبته و لا ناكلها بالمحط القاد اللي بغينا و الى فيديو قادم ان شاء الله بحول قواتي و السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته و جزاكم الله خير